ما حكم التعامل بالعملات الرقمية وما هي الفوارق بينها وبين العملات النقدية وهل يمكن أن تكون بدينا عنها ثم ما الحكم الشرعي للعملات الرقمية هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف الشيخ عبد الرزاق محناية عضو مجلس الإفتاء في مديرية أوقاف عفرين يقول صلى الله عليه وسلم فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين إن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام خاتم الشرائح لذلك جاء متجاوبا مع حاجات الشعوب وتطورها فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعامل بالذهب والفضة ثم استجدت الفلوس بعد زمن فأصل العلماء لحكم التعامل بها ثم سرنا زمنا فنسينا الفلوس والتعامل بالذهب والفضة وأصبحنا نتعامل بالأوراق النقدية واليوم استجد شيء آخر يسمى العملات الرقمية فما هي هذه العملات؟ ما هي ماهيتها؟ وما هي صورها؟ ثم ما حكمها الشرعي؟ هذا ما سنحاول اليوم أن نفتحه مع ضيفنا الشيخ عبد الرزاق محناية عضو مجلس الإفتاء في مديرية أوقاف عفرين أهلا وسلام بكم شيخاً تحياتي شيخ محمد أهلا وسهلا فيك تحياتي إلى كل أسادي المشاهدين من خلال هذا اللقاء المبارك على قناة كل كريم نحب أن نشكركم لتوضيحكم وإيصال هذه الرسائل للناس من خلال فعلا هذه العناوين المهمين أي شيخ هنا يعني حقيقة قبل أن نبدأ بالحكم ومسألة العملات الرقمية من المسائل والبرامج الأشكتروني وغير المسائل التي استجدت والناس لا تعرفوا حكمها الشرعي حقيقة قبل أن نبدأ بالحكم الشرعي لعلا الإنسان يحتاج كما يقولون حكمك على الشيء فرعا عن تصوره يحتاج الناس لأن تعرف ما هي هذه العملات أو لتبدأ كيف بدأ الناس بالتعامل بالعملات بسم الله الرحمن الرحيم في الأصل لا بد للبشرية من شيء يتعاملون به في الأصل كلمة عملي هي بدل العمل النقد بدل العمل أو ما يتعامل به هذا من حيث اللغة ففي طبيعة البشر في المعاوضات بدهم واسطة شيء وسيط لحتى يتوصلوا فيه لحاجياتهم فتمت هذه العملي من خلال في البداية كان العواض بالمقابلة عندك حنطة أخذ قمح عندك قمح أخذ زبيب هذه كانت المعاوضات في البداية وبعدها انتقل البشر إلى التعامل بالذهب والفضة وكان لها تقييم وانطبقت عليها جميع الشروط من حيث الادخار التي تحتاجها البشر جميع الأركان التي تحتاجها البشر وجدت حاجيتهم في الذهب والفضة طبعا الذهب والفضة ومن بعدها انتقلت استجدت أمور من خلال الفلوس التي تعرضت إلى جنابك في المقدمة وتكلم فيها العلماء الفلوس هي جزئيات أقل من الذهب والفضة ولعلها كانت من النحاس المادة معدنية هي بسيطة نادي بيدي أشتري حاجية بسيطة جدا أقل من الذهب والفضة أو ما كان مسكوكا في ذلك الوقت من الذهب والفضة فتكلم فيها العلماء واعترف وتعارف عليها الناس وهذه نقطة مهمة في حل التعامل أن يكون متعارف عليه بين الناس رائجا بينهم له قيم حقيقي معتبرة في التداول وفي أن يكون وسطة في الأخذ والعطاء بين الناس ومن بعدها استمر الناس في جميع التعاملات بناء على الذهب والفضة حتى كل الشيء تعاملوا به هو مقوم على ومقيم على الذهب والفضة حتى وصلنا إلى عام على ما أعتقد 1870 ارتبطت العملات الورقية التي كانت مطبوعة في الذهب والفضة ارتباطا كاملا تمت من 1870 لغاية 1914 هنا صار في عند المنة تغير في ربط العملات بالذهب والفضة فصار في تفاوت لغاية ال67 انفصلت صار في عند المنة الربط بالدولار والربط بالعمل الرائجي في ذلك الوقت أكثرها بالدولار والدولار اكتسب قوته من خلال المخزون في ذلك الوقت وكانت الأنصة صوى 35 دولار على ما أذكر حتى وصلنا إلى عام 1967 إلى 1973 هنا اطلع الأمريكي وقال لهم ما تم في شيء اسمه دولار مربوط بالذهب دبروا حالكم انتم الدول اللي عندهم منكم عملات فصار في مقياس آخر مطلق لتحديد قيمة العملي تمام لأن الدولار اكتسب قوته من القوة العسكرية هناك تفصيلات أخرى عند اقتصاديين ولكن نحاول نحن نوصل الصورة بشكل مبسط جدا فقدت قيمة العملات من حيث كنا مربوطة بالذهب صار في عندنا تقيمات تانية اللي هي أو تقيمات تانية اللي هي مرتبطة بالتداول في الدرجة والعرض والطلب في عندنا الاستيراد والتصدير وهذا مهم جدا جدا حتى غدت كثير من الدول عندها عملات محلية متعرفة عليها بس فقط بين بعضهم يعني هيك مثل أوراق أذكر كان في عندنا شخص في البلد يعني إذا رحت لعند منه تشتري يرجع لك شؤفة وراء مكتوب عليها خمس ليرات ويختم لك عليها تجي لعند بعدين تشتري فيها كشخص موجود يعني شيخ توفيق يعرفونه أهل بلدي مارت النعمان عملي خاصة فيه وكانت عمل فيها هذا من زمان من قريب 30-40 سنة فيوجد دول هيك يعني عندهم أوراق مطبوعة داخلية عملي ليس لها قيمة ما عندهم كل هذه العوامل التي تعطي للأوراق النقدية عندهم لا عندهم رصيد دهاب لا عندهم تداول لا عندهم عرض طلب ما عندهم أي شيء من الاستيراد والتصدير خلاص نشأوا على هذا الأساس وبعدها بعد هذه المديم بدأت يعني التطور البشري لا متناهي هاي حقيقة من رب العالمي قال حتى إذا فتحنا عليهم أبواب وكل شيء أخذناهم بغتا هم نوصل إذا وصلنا إلى نهاية وصلنا إلى نهايتنا بعدها كانت فيه شيء اسمه عملي الكتروني غير العملي الرقمي العملي الكتروني لا نسأل حمد الباية كان تعامل قطعة بقطعة أشيء اسمه حنطة برز أو غيره بعدين ذهب والفضة وبعدين استجدت الفلوس عليه الأوراق النقدية تمام الخامسة هي الأوراق النقدية وصار فيه عند المني أنا الأوراق النقدية كانت مربوطة بالذهب والفضة وبعدين انفكت وصار فيه إلى عوامل أخرى لقيمتها لإكتساب القيمية وهذا أمر مهم جدا بعدها العملات الإلكترونية بعد العمل الإلكتروني اللي هي صارت عبارة عن المصاري اللي عندها منك تجمعها في فيزا كرت فيزا كرت والماستر كرت معروفة شركة عالمية تصدر لكم هنا بطاقات الموظفية ومنها كلها تهاي صادرة عن هذا النوع بنوغ محددة بنوغ محددة تتعامل بهذه الطريقة وهذا الكلام موجود يعني هي عبارة مثل اللي بقتل بتشحن تليفونك بالوحدات يعني هي عبارة عن فلوس حقيقي مصاري حقيقي نقد حقيقي موجود في هذه البطاقة بدل ما تشيل ألف يورو ألفين يورو ألف دولار ألف تركي ألف سوري إلى آخر تحمل هذه البطاقة قال يتحمل هذا الرصيد بعدها وهذا تكلم فيه أيضا العلماء كان فيه جزئية من الجزئيات اللي هي القبض الحكمي وأولي أنا في عند مني شرط من الشروط التقابض في البيع والشراء خاصة في المعاملات الربوية معاملات الربوية تقصد الذهاب والفضة المعاملات الربوية الذهاب والفضة المطعوم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأصناف اللي فيها ذهب بالذهب الفضة بالفضة اللحم باللحم التمر بالتمر فإذا اختلفت الأجناس اللي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم يدا بيد طيب هذا أنا فيه عند مني هو أنت قابض والتقابض إذا اختل إذا اختل في المواد الربوية يكون فيه عند مني أنا وقعت في ربا وهذا الكلام عندنا خط أحمر ما بإمكاننا نتجاوزه نهائيا فتكلموا في مسئلة القبض الحكمي أنا عندي فيزا كارت وعب أشتري من أي مكان في العالم ما عب أشتري من عندك حتى يعني ولكن عن طريق صحبه وين القبض قالوا هذا قبض حكمي وللمعنى الحكمي في الشرع تأصيل حتى عندنا شيء اسمه نجاسي حكمية وأقره علما بأنه يوجد علماء لا زالوا يعني يسرون على التقابض اليدوي في المعاملات وهذا القول موجود نحترم كل الأراء التي تتكلم لأدلتهم القوية ولحرصهم ولورعهم جزاهم الله خير العلماء الذين تتعبوا وأصلوا فيها عمنات الالكترونية سيدي عمنات الالكترونية في غير الأموال الربوية يصح التعامل بلا مشكلة وحتى في الربوية يصح التعامل بها إذا إذا كان عندنا مني قبض حقيقي الذي هو نفسه القبض الحكمي نابع عنه ماذا تقصد بالقبض الحكمي القبض الحكمي أنت موجود في حلب أنا موجود هنا وعند بدي أشتري صفقة بفرنسا بأوروبا أنا بدي أشتري منه كيلو دهب حول لي كيلو دهب على رصيدي أنا شلون بدي يقبضوا المصاري بنفس اللحظة مو يدا بيد بنفس المجلس مجرد ما نزلت الشفرة عن طريق ماكينات معينة نزلت على رصيده هون ما صار يد بيد هون صار قبض حكمي هذا الذي تقصد هذا ما نقصده نعم القبض الحكمي الذي نحن نسميه التحويل 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 بلحظة نعم هذا هو القبض الحكمي نعم هاي العملات الالكترونية الآن لازم يكون وصلنا وصلنا للعملة الرقمية العملة الرقمية هي المستجد على الساحة طبعا مستجد نتكلم عنه وتكلموا فيه ولكن إلى الآن لم تظهر حقيقته وطلع أول ما طلع على ما أذكر 1999 يعني هذا أول ظهور أول ظهور للعملات الرقمية قبلها خرج شخص صيني أذكر اسمه تكلم أنه قريبا سوف نتعامل بعملة لا تخضع لأي رقابة ولا تخضع لأي بنك ولا كذا بعد فترة بسيطة هتقالوا أنه هو من أنشأها وبعد منها فيه شخص إيطالي عملوا معه مقابلي وقال أنا من أنشأتها ولكن هذا كلام بعد 2017 ومن مضت وإلى الآن غير متأكد من نشأتها الحقيقية من الجهات لأنه هاي عملة ويتداول فيها يعني نعتقد أنه ما هو شخص واحد اللي بيقيم هاي العملة يعني خلينا نقول نحن فيه شيء اسمه ما فيه تلمال العالمي كلمة ما فيها هي العصابي المنظمي دائما يعني نلعب تحكم بيه الاقتصاد العالمي بده ينتقل من خلال صفقات مشبوهة بده شيء يخرج خارج الرقابة يطلع برر الرقابة ما يكون فيه عند المنه رقابة عليه هاي أول نقطة بده شيء يكون فيه عند المنه تحويل بسرعة بده شيء يكون عند المنه يتاجر فيه بالممنوعات بطريقة أو بأخرى من خلال وحدات معينة فكان لنشأة البيتوكوين هذا الأساس البيتوكوين عملي رقمي بيت رقمي كوين عملي عملي رقمي عملي مشفرة مصطلح على وفيه عند المنه عدة عملات يعني البيتوكوين يعني بس لأنه أخذت الصادة الأول فيه عندك اللاثيوم عند المنه اللاتوكوين عند المنه الروبي المشفر أيضا طبعا اش الفوارق بيناتهم الفوارق بيناتهم ميزات مثل الوقت اللي بتشتري أنت قطع الكتروني عنده هاي الميزي زيادة سهولة التحويل سرعة الأداء ممكن هاي المنصة في عليها تداول أكثر من خلال الربح والخسارة ولكن ما يهمنا نقطة ثانية كيف نشأت ولماذا نشأت كيف نشأت أي سيد ما عاش داع فضل بس فاصل ثم نعود لهذا السؤال حقيقة لأنه مهم ومن ضروري أن نتقصل فيه سمحت لنا وله في الحكم أثر نعم تفضل نأخذ فاصل أعزائنا المشاهدين نعود إليكم بعون الله وتوفيقه بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى في حلقة مدد جددة من برنامجكم وأمنهم من خوف نتحدث فيها اليوم عن العملات الرقمية تأصيلها ماهيتها ثم ما حكمها الشراء وكنا معكم شيخنا في التأصيل لازمنا في أو نتكلمني تاريخ كيف بدأت التعامل ثم كيف بدأت العملات الرقمية وقد كنتم تحدثون عنها نعم فماهيتها هذه؟ ماهيتها هي وحدات مشفرة الكتروني بالطرق معقدة جدا يعني يصعب الوصول إليها إلا من خلال الطرق المتاحة لها إما عن طريق برنامج معين وإما عن طريق كمبيوتر تتملكه من جهة معينة طريقة الحصول عليها هذه الفقرة ثانية بمعنى آخر أنها ليست فيزيائية هي معنوية هي أرقام حسابات تكون عندك على جهازك ما في شيء اسمه محسوس مثل العملي النقدي اللي نحن نتملكه الأمر الآخر طريقة نشأتها ذكرنا أنه هي نشأت بدل 1999 بعد المناة تطورت طبعا قيمة أثناء النشأة وهذا أيضا مهم قيمة أثناء النشأة واحد بالألف وواحد بالعشر تلاف من الدولار حتى وصلت هاي بالتسعة وتسعين حتى وصلت بالألفين ودعش لأربعين دولار خمسة وتلاتين أربعين دولار العملي الواحدة العملي الواحدة وصلت بالألفين وسبعة عشر واربعة عشر على ما أذكر إلى أربعة آلاف إلى ستة عشر ألف إلى وبدأت أعلى رقم أتوقع حققته هو ارقام مرعبة للنقضية الوحدة من البتوكوين وكله عن طريق النت يعني أنا التعامل بها والشراء كله عن طريق النت وغير خاضع للرقابة للتعامل فيها يعني أصل النشأة يعني للتعامل فيها النت للند من غير خضوع لأي رقابة صار أنا في عند المني هون عدة جهالات جهالة النشأة جهالة طريقة التعامل عدم المرجعية التي تتبنى هذه العملي ما صارت معي مشكلة وين بدي يروح إلا صارت مع المني مشكلة بالمال بروح على البنك صارت مع المني بالإلكتروني بالفيزا كارت بروح على البنك اللي إعطاني إياها بروح على أي جهة حكومية صار في عندي مشكلة في جهة تتبنى هذا الكلام حينما تم التعامل بالأوراق النقدية كانت كل الجهات الدولية تعترف بهذا الكلام ونتروح بتفك الدولار بالجنيب الجنيب بالروبل والروبل بالسوري السوري بالتركي كل هذا الكلام كان متفخ عليه بين الدول يا ترى هاي العملي المشفرة اللي بتكوين وأخواتها خلينا نقول من هي الجهة المسؤولة عنها؟ من هي الجهة التي وقعت في حال نصب احتيال أزمي غلط أني ألجأ لي لحد حل هاي المشكلة لا يوجد طيب هاي سيدي هذا التأصيل هلا نحن يعني السؤال بهم الإنسان طيب هو السؤال بسألوا أي إنسان طيب ما الفوارق بينهم وبين العملي المشفرة؟ هذا سؤال مهم جدا جدا يعني بالأخير إنساننا متعامل مع ورقة حقيقة الورقة عبتختلف يعني نحن عانشين ضمن ولكن اليوم ارتفع كذا نزل كذا فأنا الليرة أو المئة ليرة سواء تركي ولا دولار ولا ولا أي شيء سموم أنا عبأخذ الصبح سعر ربما بعد نهار تفقد نصف قيمته ربع قيمته ثلث حسن عبتختلف خلاف كله طيب هاي هنا فيه كما ذكرتم خطر مخاطرة في العملات النقدية فيها مخاطرة؟ عندي نقطتين هنا يجب إيضاحهم النقطة الأولى ما هي الشروط للعمل حتى تكون معتبرة وهذه نقطة مهمة النقطة الثانية اللي أثرتها اللي هي التذبذب المالي من خلال الحركة خلينا بالنقطة الأولى متى تكون العمل أو النقد معتبر يجب أن تتحقق فيه أربعة شروط منهم من زادوا لكن هذه الأربعة شروط هذه الأساسية خلال ذكرى يتضح لسادي المشاهدين المعنى بشكل واضح الأول أن تكون واسطة في التعامل وهذا ما يتحقق في عملتنا فهل يتحقق هذا في البتوكوين؟ قل لك نعم يتحقق في التعامل قلوا هون في عندي مشكلة تانية هل هي نقد أم هي سلعة؟ وهذا خلاف أيضا خلاف من الفقال المتأخرين فيه بشكل جيد العملي النقد أن تكون واسطة في التعامل أخذ منك اشتري التمن الأمر الآخر أن تكون أدالي تحديد الأسعار أنا بدخل على المحل قبل ما عندي شيء أحدد عندي الرز شلون بدي أحدده بخمس كلايات طحين خمس كلايات حنطة خمس كلايات تمر كلايات زيت يعني من هذا الكلام أدالي تحديد الأسعار النقطة الثالثة اللي هي أن تكون مخزون للثروة يعني واحد حطها الزيت أنا بدي حط بدي خزن بيش بدي خزن؟ البتوكوين هل له أمان في التخزين؟ هل التذبذب نتكلم عليه في النقطة الثانية؟ تمام مخزون للثروة سواء الثروة اللي قائم علي الدولة أو سواء ثروة الفرد أنا بدي حط المصاري بدي حط المال اللي عندي حطه لبعد سنة وثنتين وثلاثة ما بدي رجي بعد سنتين وثلاثة لقيه هو لا شيء تمام؟ أنا بإمكاني حول ما بدي يخزن بالليرة السورية بخزن بأي عملي أنا حتى مشان فقد القيمة بخزن بعملي أقرب ما تكون من الثابت ويوجد كثير من العملات مرتبطة بالدولار ومرتبطة بالدهاب عندك الريال السعودي 3.6 من زمان نحن منعرف هذا الكلام عندك الدرهام عندك كذا عندك الرابع حفظ الحقوق والديون المؤجلي هنا دينتك ألف دولار أنا جيت بعد فترة رجعت لي هنا صار في تذبذب ولكن هنا تذبذب بسيط وفي حال دقيق شرع دقيق في هذه النقاط كان الفقد للقيمة أكثر من الثلث المجتهدين المتأخرين قالوا بأنه يعوض وانصار في تعامل آخر فإذا تحققت هذه الأربع معاني وهذه الأربع شروط وهذه الأربع أركان وهذه الأربع أشياء فيما يتداوله الناس كانت نقدا معتبرا في سائر الأرض نجي إلى أول نقطة اللي هي الواسطة هل بتكونهم واسطة هو ضمن شريحة معينة ليس واسطة عامة هل هو أداء لتقييم الأسعار؟ أكيد لا هل هو مخزون استراتيجي؟ هو بالعكس يعني أفصير هو تذبذب كبير فيه هل أداء لتقييم للأداء المتأخرة لحفظ الأموال الديون المؤجلي؟ أكيد لا أما بالنسبة للاعتراض لأنه فيه عن الحكم الشرعي ما بين الإباحة وما بين الحرمة وما بين التوقف الأدلية من أحد الأدلية المبيحين الأوردوها اللي هو التذبذب أنه خيوا هذا البتكوين عني متذبذب ما له سعر سابت اليوم بتفيه بـ 14 دولار بـ 15 دولار بكرة بتلاقيه بـ 2000 دولار بعد المنة بتلاقيه يعني 1 دولار يعني بإمكانك تنزل أرقام هائلة وهذا حصل نزل من الـ 68 إلى 64 نزل 40 ألف دولار أنت كل بتكوينة واحدة نزلت 25 ألف دولار كله الدهب لهو كله دهب ما بينزل هذا الرقم بيطلع 200 دولار 300 دولار ألف دولار يعني ضمن الرقم البسيط الذي يكون يعني يكون التاجر مستعد لربحه ولخسارته ضمن معطيات معينة ودراسات النقطة الثانية في التذبذب أن التذبذب في البيتكوين غير منضبط أما التذبذب في الأوراق المالية وفي الذهب والفضة هو تذبذب يعني قريب من الانضباط بمعنى آخر يتيح لك مجالا في التفكير والتعامل وقلب العملي لأنه أنا عندي الصبح في عندي سعر اللي رد تركي كذا سعر الدولار كذا خلاص أنا دولت لآخر النهار من خلال معاملاتي أنا بصفتي تاجر مراقب للسوق عرفان أنه مثلا البنك المركزي الفناني ضخ عملي معنات بكرة رح نفي على سعر فلاني معنات أنا لازم حول صار في عند مني منتسع من الوقت أني اتصرف في العملات أما التذبذب في البيتكوين مستحيل هذا الكلام لأنه عم مستوى اللحظة وليست معروفة الجهة التي ترفع وتخفض فيه هذا قول المبيحين طيب تقول المتوقفين على فكرة ليس قول المبيحين هو دليل المبيحين نحن تذكرتم ثلاث أخوال في العملات الرقمية إباحة وهو قول البعض والتوقف والحرب نعم من خلال الدراسة ومن خلال ما طرحنا على البيتكوين كونها عملي مجهولة المصدر كونها عملي فيها تصرفات ربوية مطلقة كونها ليست محددة إلى الآن وهذه النقطة الأهم على فرض اعتبرناها عملي فيها من الربا ما فيها إلى الآن لم يتضح فيها هل هي عملي مقابل عملي أم أنها سلعة إذا كانت عملي وهذا في صلب الموضوع وهو نقطة قاصمة إذا كانت عملي فهذا التذبذب الغير منضبط فيها يؤثر عليها لا يدد جهة تتبنىها جهة حقيقية وبالتالي أفقدها هي الصفة طيب هل هي سلعة صار فيها تهرب وأدخلنا في ربا الفضل وربا النساء بشكل كبير أخذت منك 1200 بيتكوين على أن أردهم لك في السنة المقبلي 1200 بيتكوين 1000 بألف تمام أنا دينتهم ما في مشكلة أنا أخذتهم منك ونزلتهم 10,000 دولار وانصرفتهم صار في عندي لمني إشكال في المادة الربوية فهل هي سلعة إلى الآن لم يستقروا عليها الأمر الآخر في الجهالي لا يوجهها تشرح لك هذا الكلام وإذا شرحت لك هذا الكلام فهي غير يعني غير مهتمة لأمر الشرع ولقضية الحكم اللي أنت عبدتدور علي نحن كمسلمين عندنا هذا الأمر أساسي في حياتنا حتى المذنبين حتى المخطئين عندهم هذا الأمر مهم أنا بدي أعرف حلل وحرام يعني خيوب وبعض المنم على الأقل بتصرف ولذلك سيدي ولذلك الناس تسأل حقيقة لأكل شيء خلق بعد يعني أنتم بتكرتم بثلاث أخوال إباعا توقف والحكم لم نفصل فيه منذ كناهم على سبيل المثال الآن نفصل فيه المشاهد اللي الله عم شاهد خلينا بدو يسأل هذا السؤال طيب أنتم بتكرتم ثلاث أخوال بما تنصحوني نعم ننصح قبل ما ننصح خلينا نبين الكلام بالنسبة لل الذين توقفوا غالب العلماء توقفوا في هذا أو شريحة من العلماء توقفت في الحكم قالوا حتى تتبين ما هيتها وطريق التعامل لأنه الناس قالت لك عمت بها البلوى طبعا نحن عموم البلوى يرفع البلوى نقول له لا لسا ما عمت بها البلوى لا تزال ضمن شريحة معينة قسم آخر أباحوها بناء على أدلية ولكن الأدلية لا ترتقي إلى درجة القوة أما بالنسبة للمجامع الفقهية اللي اجتمعت أحدهم المجمع الإسلامي في دبي المناقد مجلس التعاون على ما أذكر رقم 238 اجتمع فيه اقتصاديين كبار اقتصاديين وعلماء في الأم الإسلامية وذكروا فيه ما يقارب 15 ورقة بحثية وقدموا فيها نصائح ووصلوا فيها بالنتيجة إلى حرمة التعامل بيئة البتكوين حتى تتغير ماهيتها أو تكون لها طريق آخر بشكل واضح حتى يزول الغرار يزول الغرار يزول الضرر يعني كل هذه المشكلات فيها بالإضافة المجمع الفقهي في مصر بالإضافة المجمع الفقهي في فلسطين بالإضافة المجمع الفقهي على ما أذكر بالجزائر المخانتني الذاكرة المجمعات الفقهية غالبا تكلموا فيها بيئة الحرمية ومنهم من تكلم قلنا بإباحتها بناء على شروط لا تتقي إلى درجة قوية مع أنها محترمي نحترمها وشريحة توقفت من العلماء أما بما تنصح أما بما تنصح أنصح أن ما عند الله لا ينال إلا برضاه فحذاري من التسرع هذه الأمور إنما تكون خاصة في البلاد التي تعاني من الفقر تعاني من الأضطرابات تعاني من الحروب إذا واحد بقيان عنده أرشين بدخلوا لك هذه التعاملات دخلوا لك طبعا هي عالمية بدخلوا لك منها ومن المعاملات أيضا في المنصات يدخلوا مشان إذا بقيان معل منك أرشين يشلحوك إياهن خالصين فهي أمور مدروسة على مستوى مثل ما ذكرنا امتوى المافيا أو العصابات المنظمة العالمية التي تتحكم بالأسواق المالية فإنما عند الله لا ينال إلا برضاه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كم من المفجوعين بالفترة الأخيرة خاصة على المنصة وإن شاء الله هذا سيكون له لقاء آخر على المنصة التي سكرت من فترة بسيطة جدا خربت بكثير عالم يعني الذي كان محوش له 200 دولار مخبي أو مدين أو إلى آخر حب يستفيد أرشين بنظرته فراح انتكس على عقبيه خسر الدنيا ونسأل الله عز وجل أن يسعفه في الآخرة وأن يسعفنا ويسعف جميع المشاهدين نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر علي والحمد لله رب العالمين الحياة ما عند الله خير لا ينال إلا برضاه وما عند الله خير وأبقى الله يسلمكم يا رب والشكر موصول لكم عزيزان المشاهدين على حسن المتابعة نذكركم بمتابعة قناة حلب اليوم حسب المعرفات الظاهرة أشفر الشاشة دم دم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة